إليكم قراءة هذه المراسيم التي وصلتنا للتو مرسوم رئاسي 595 المادة الأولى تم تعين الموظفين الآتي أسماهم في المناصب المسؤولية التالية بوزارة البريد والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات مكتب الوزير مدير المكتب عبدالحادي إدريس علي المستشار الفني هارون محمد بدوي المستشار القانوني يونجيم كلمة المفتشية العامة المفتش العامة محمد صالح إبراهيم المفتش الخدمات علي مدلي الأمانة العامة الأمين العام حسين إبراهيم عبد الكريم الأمين العام النائب جربي جي كونددي إدارة التكنولوجيا المدير محمد صالح محمد إدارة البريد المدير عبدالسلام صالح إدارة الموارد البشرية والمعدات المدير نرجي نازال إدارة أشؤون القانونية والنزاعات المدير علي محمد زين علي فاضل إدارة الدراسات وتخطيط المشاريع المدير حسن دوسة حصاب الله حرر فنجامينة في الخامس من يونيو 2017 توقي رئيس الجمهورية إدريس زيبيتنو مرسوم رئاسي رقم 596 المادة الأولى تم تعيين الموظفين الآتي أسماءهم في مناصب المسؤولية التالية بسلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد أرسيب الإدارة العامة المدير العامة الدكتور حقار بشر سليم المدير العامة النائب أصيل محمد أصيل إدارة أشؤون القانونية المدير دوماجينوجي فونو إدارة الرقابة والتفتيش المدير علي صديق أدم إدارة الرادية والتطبيق المدير بوبي بوكا إدارة التنظيم البريدي المدير عمر إبراهيم إدارة اليقظة والتكنولوجيا والدراسات والمشاريع المدير أدم جمعة إدارة الإعلام والتعاون الدولي المدير صفية محمد يوسف إدارة الموارد البشرية المدير وارو محمد نور مالي إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمعدات المدير عمر طوكا المادة الثانية على وزير البريد والتكنولوجيا المعلومات الحديثة ووزير المالية كله مكلف حسب تطبيق تنفيذ هذا المرسوم الذي يسري التطبيق منذ طريق التوقيع عليه ينشر ويسجل في جريدة رسمية للجمهورية حررة في أنجمنا في الخامس من يونيو 2017 توقيع رئيس الجمهورية إدريس زبيتنو مرسوم رئاسي رقم 597 المادة الأولى تم تعيين الموظفين الآتي أسمعهم في مناصب المسؤولية التالية بالشركة الجادية للخدمات البردية والإدخار ستيب إي المديرة العامة إليس بولدوم المديرة العامة النائب موسى عبدالقادر رمات الحررة في أنجمنا في الخامس من يونيو 2017 توقيع رئيس الجمهورية إدريس زبيتنو مرسوم رئاسي رقم 598 المادة الأولى تم تعيين الموظفين الآتي أسمعهم في مناصب المسؤولية التالية بالمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات الإدارة العامة المديرة العامة الدكتور إدريس صالح بشر الأمانة العامة الأمين العام موبينك طابا إدارة الدراسات المدير الدكتور أبدالله الشايب إدارة شؤون الإدارية والمالية والمعدات المدير الحاج موسى ديالو مرسوم رئاسي رقم 599 المادة الأولى تم تعيين الموظفين الآتي أسمعهم في مناصب المسؤولية التالية بيوكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الدكتور الإدارة العامة المدير العام أدما أبطرحمن النوف المدير العام النائب النصر علي إدارة الدراسات والتخطيط المديرة حوى حسين محمد إدارة الخدمات الشاملة المدير رولان كونجي جيلينغار الإدارة المكلفة بإسم النطق وعناوين والعناوين المدير صديق علي حوان إدارة البنية التحتية وتقنيات المعلومات والاتصالات المدير موسى فضل إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمعدات المديرة حليمة علي عباس حر رفشن جمينة في الخامس من يونيو 2017 توقي رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو بهذه المراسل ومشاهدة الكرام من انتهت الأخبار ونشكركم على المتعبئة للغاية